جولتنا المنوعة بلشت وبدايتها من فلسطين سيدة تدعى في داء حامد أسست مشروع منزلي لصناعة شوكولات صحية والأهم بها القصة هو تخصيص جزء من ربح المشروع للمساعدة بعلاج مرضى السرطان ومحاربته ومن فلسطين للأردن فنان يلفت أنظار المارة بأعماله أحمد النشمي بحول أطع الخداوات من خلال إعادة تدويرة لأطع فنية مبهرة بتزين أماكن مختلفة بالمدينة أخبارنا مكافية وحنروح للمغرب شابة مكنات من تنفيذ مشروع فردي متنقل لغسل السيارات رغم الظروف والعقبات يلي واجهتها بعد وفاة واردة وكسر النمطية المعتادة تجاه المهنة وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن تحديث إشارات ضوئية بمدينة شيكاغو بإشارات صوتية مسموعة مخصصة للمكفوفين تساعد على عبور الطرقات المزحمة بسلامة وأمان